عايز أشاركك خاطرة في كنوز بناء الشخصية مرتبطة برؤية الحقيقة عايزك تتخيل كده؟ لو كان عندك تلفزيون قديم اللي منكم فوق التلاتين واربعين عارف الموضوع ده تلفزيون أبيض ويسود والتلفزيون قديم لدرجة أنه هو بيستقبل الصورة مشوشة كل شو هتقطع وبعدين الصورة بتيجي متأخرة أصلا وصوت المغني اللي انت بتسمعه اللي المفروض صوته حلو عش كده وبيغني صوته فيه شيء من التشوه كان في حاجة مشروخة وانت عايش كي طول عمرك ده مستوى الصورة اللي انت لقيتها وده مستوى الصوت اللي انت سمعه شوية وأم واحد جايب لك تلفزيون جديد 4K أعلى من الـ HD فتحت خبالك المرسل نفس المرسل ما فيش أي تغيير في الإشارة اللي جاية سنت اللي جددت التلفزيون بتاعك انت بتبص انت مش مصدق ان ده لون ملعب الكورة مش مصدق ان دي حلاوة ألوان البحر بتسمع صوت المغني لأول مرة صوت نقي كما هو في الحقيقة اللي حصل مش ان المرسل جود الإشارة إشارة المرسل دائما جيدة اللي حصل ان المستقبل هو لتغير النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ربنا في القرآن ان له تلت وظيف مهمين جدا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة التزكية هي تطهير القلب من القبيح وتحلية القلب بالصحيح المليح المليح يعني الجميل احنا رحلة حياتنا مع الله رحلة تطهير للقلب وكلما كانت مرآة القلب نظيفة كلما استقبلت الحقائق الربانية واضحة كما هي كلما شفت المعاني اللي من وراء المباني صح يعني ايه المباني الأحداث الملموسة اللي حواليك الأقدار الأشخاص الأشياء دي حاجات تنجبل ملموسة مباني مبنية ممسوكة وراها معاني من رؤية النعمة ولو كانت صغيرة معه النعمة دي انت اللي بتشوفها صغيرة وهي عنده واحد تاني كبيرة قوي ولولة بق المية الحلو ده كان زماننا عايشين في صعوبة واللي ما عندوش مية حلوة عارف الموضوع ده ما هو الستة الطيبة اللي اسمها مراتك ولا الستة الطيبة اللي هي أمك لولاها كنت ضعت في الدنيا أنا مش شايف ده غيري شايف النعمة على حقيقتها الشخص اللي قلبه سليم يعرف يخضع بقلبه للمنطق لمنطق العقل الصحيح الشخص اللي قلبه مش سليم تلفزيون قديم وبايز المراية مطوصة كده مش نقية وبتبرق المنطق الفاسد يقنعه ويبقى مشاعر قلبه بتخضع للمنطق الفاسد عكس التاني اللي قلبه سليم اللي قلبه سليم يخضع العقل يقولك أنا مش مستريح للموضوع ده محتاج أسأل رغم أني ناس كتير قوي بتعملوا بس كل دول محتاجين يتعرضوا على ربنا الأول لأن ممكن ناس كتير بتعمل حاجة وتطلع غلط لأن ربنا قال عليها غلط أو سيدنا رسول عليه السلام القلب السليم أقوى من المنطق الفاسد عشان كده أنت محتاج في رحلة حياتك التزكية تطهير القلب من كل قبيح وتحلية القلب بكل صحيح أول حاجة دوام التوبة لو أنت عايز قلب سليم يرى الحقيقة دوام التوبة قال صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا معنى الكلام فتن كتير فأيما قلب أشربها رح ورى المعصية نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب ردها بعد عن الغلط أو لما وقع تاب بعدي وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء نقطة كده حتى تصبح القلوب على قلبين قلب أسود مربادا مربادا يعني أسود بس فيه بقايا بيضاء في حتة رصاصي لسه فيه خير قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا الكوزة ألب دايما النبي كان يشبه القلب بالوعاء الوعاء تألب شايفين نحط فيه حاجة كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه بقى قلب متبع هواه بسبب قلة التوبة وكثرة عمل الغلطات اللي ما ترضيش ربنا وعدم المصارعة للاعتذار لربنا سبحانه وتعالى طب والتاني بقى وقلب أبيض كالصفة زي الحجرة البيضة الملساء اللي بتلمع لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض كل ما يتعرض عليه غلط إما يبقى قادر يبعد عنه ولو وقع لأنه بني آدم خطاء لكنه تواب مدومة التوبة عملة زي مسحات العربية دايما فيه أمطار ودايما فيه أتربة لازم دايما يبقى فيه مسحات عشان تعرف تشوف وانت في طريقك كثرة التوبة مداومة التوبة واللي مش بيتوب كتير ربنا قال في القرآن كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يحجب عن الفهم فهم الإشارات والمخاطبات الربانية اللي بيبعتها لك ربنا في كل حدث وفي كل فكرة وفي كل شخص وفي كل نعمة فيه رسالة من ربنا وفي كل بلية فيه عطية بس اللي يشوف بقلبه فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوبه التي في الصدور مداومة التوبة اتنين مداومة الذكر لما سدنا النبي يقول لي ويقول لك صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت هو إيه اللي بيموت وإيه اللي بيحيى في الإنسان مش جسده جسده ما هو عايش في الدنيا اللي بيموت ويعيش في الإنسان هو قلبه اللي بيشوف أو لا يرى عشان كده القرآن في خواتيم سورة ألي عمران كان واضح جدا قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار خلق السماوات والأرض مخلوقات ربنا اختلاف الليل والنهار الأحداث اللي بتحصل الصبح وبالليل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات علامات إشارات رسائل ربنا بيكلمك لآيات لأولي الألباب قلب أو عقل شغال مين يا رب بقى صاحب اللب ده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون قلب قدر يتفكر ويشوف لأنه بيذكر دوام الذكر يبقى واحد دوام التوبة اتنين دوام الذكر سبحتك دي مهمة زي موبايلك وزي مفتاح عربيتك وزي محفظتك ما تنزلش من البيت إلا وسبحتك في إيدك أو على صابعك اللي ريحك رقم ثلاثة الكف عن الأذى لأن أذية الخلق تطمس نور القلب ما فيش حد مؤذي مفتري على خلق الله قلبه منور لأن قلبه لو نور هيرحم الخلق شوف رب العالمين في الحديث القدسي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي مش عشان بيصلي يفتري على خلق الله ولم يستطل بها على خلقي ورحم الأرملة والمسكين فكلما كنت رحيما كلما استطاع قلبك إنه يفهم عن ربنا ويسمع رسائل ربنا ويلقط المخاطبات اللي بيخطبك بيها والإشارات اللي بتبقى هادية لك على الطريق واختم معاك اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى عشان أشوف هداية ربنا محتاج قلب سليم والقلب السليم بدوام التوبة ودوام الذكر والكف عن أذية الخلق ربنا يصلح أحوالنا ويهدينا وياخد بأيدينا وينور بصيرتنا حتى نصل إليه بقلب سليم شكرا